لو حضراتكم فاكرين معرفش هتقولي مطبل مطبلش اللي انتوا عايزين تقولوه يعني انا ما عنديش مشكلة لكن كل اللي انا بقوله ده هو ملخص لكلام كابتل محمود الخطيب رئيس النادي من اول يوم في رئاسة النادي هو بيقول هذا الكلام هو يبقى مجلس ادارة انا ما بتكلم من كابتل الخطيب لانه رئيس مجلس الادارة فاحنا بنتكلم عن مجلس ادارة كامل هو رمز المجلس الادارة ورمز للنادي الاهلي وقال الكلام ده كله وقال ان احنا بنبص على كل الالعاب ومعندنا شكورة بس بنشتغل باحترافية في كل الملفات ما بنتصرعش في قراراتنا خدونا لحضراتكم ما بنتصرعش في قراراتنا بندرس كل المواقف كل الابعاد اللي بتحصل اختياراتنا بتبقى بناءا على معايير تناسب وتتناسب مع النادي الاهلي وتتناسب مع طموحات النادي الاهلي فعشان كده ما بتبقاش فيها حاجة فيها استعجال ما بيبقاش حاجة فيها ممكن الجمهور يحس ان احنا متأخرين في حاجة لكن والله ابدا مش متأخرين لانه قلت لحضراتكم قبل كده قلت لحضراتكم قبل كده وبترجعوا في الاخر تقولوا صح مجلس قدرة الان الاهلي كانت صح فبالتالي احنا لا نتكلم عن سرعة البعض بيشوف ان ده تأخير لكن والله ما تأخير يا جماعة والله ما تأخير الواحد بيبقى عارف اللي بيحصل وبيبقى عارف كواليس الموضوع لكن دائما النادي الاهلي عندما يتخذ قرار بيتخذ قرار بيدرسه من كل الجوانب يعني يعني ما ينفعش يقول ايه مثلا ما ينفعش مثلا لاقيك كابت الخطيب طالع وبيقولك ايه اصله انا حمشي انا مثلا لو انا بلعب في كرة القدم لعب في الفريق الاول لكرة القدم بين الاهلي انا حمشي اسلام خلاص ما ينفعش عمرنا ما شوفنا الكلام عمرنا ما بنشوف الكلام عندنا القرار بيتخذ من المدير الفني بيتم عرضه على لجنة الكرة ولجنة التخطيب دلوقتي وبعدين لجنة التخطيب بتوافق او بتتفق مع المدير الفني طب لانت عايز تماشي اسلام فبتماشي اسلام فيه تسلسل اداري وامور ماشية وقرار ما بيتخذش كده ان انا واقف على مايك وبتكلم فبقول يجب ان يتم دراسة كل شيء وهو ده اللي بيحصل في النادي الاهل عشان كده بنلاقي اللي حضراتكم بتشوفوه اللي حضرتك بتشوفوه ده هو المثال الحقيقي لكيفية الادارة المحترفة والمحترمة في نفس الوقت بننتظر انا عايز او جاستي بوش طب ما انا كنت قدر اتكلم مع او جاستي بوش من سنتين قبل ما ييجي لما كان في النادي الزمالك لكن لا احنا بنحترم التعقدات دائما زي ما بحب ناس بتحترم تعقداتي لو انا عندي لعيب مشي من عندي يا رب كل التوفيق ليه ما عنديش مشكلة يروح اي مكان او مدرد مشي من عندي ما عنديش اي مشكلة يروح اي مكان ما عنديش اي مشكلة دي مشكلته هو لكن انا دايما بامشي باللوايح والقوانين وبالاحترام ما بينه ما بين كل عشان كده لما حصلت مشكلة شفتوا سانداونز عمل ايه لما حصلت المشكلة وضحوا موقفهم للنادي الاهلي فخلينا دايما وراء دارتنا وخلينا دايما نفرح بالانجازات اللي اتعاملت